اشتركوا في القناة امكان انا قلت مع عشام حسني كان فيه ماشر للشباب بالاهل والزمالك وفي فقرة الحكامة قلت النادي الاهل ان شاء الله هيقود وانتصر وانا كنت متفائل على يد بي وانت متفائل وانت وشك حلو كاتناهل كل ستودي وشك حلو على نادي الاهل فامبروك النادي الاهل وامبروك الجمهور الجهاز الفني والاداري وكل مجلس الادارة مبراكنات صعبة جدا جدا وهارد لك لنادي الرقا نروح لما جئت ناردها كابت من العلاقة وده قصة كبيرة جدا لكابتن عامل لونا النهاردة هاعد احكي معاه وحكي في الحالات كلها مش هروح صح ولكن بجيب الخلاصة كابتن احيانا الحكم من كابتن احمد احيانا الحكم بيعمل حاجات كتير من الجمهور المعرفهاش اول نادي الاهل النهاردة تحمل كل الضغوط سواء قبل او اثناء المباراة خاصة من حكم المباراة خاصة من الاحداث كل الحاجات دي كانت ضغط على النادي الاهلي نجي لما جئت نجدها كابتن علاء كابتن ايمن النهاردة لما يحط اكتر من خطأ على مواطنية الجزاء سواء في القلب او على الطرفين دي كان لها هدف دي بحرفنا هو طبعا عنده الكافية نوع من الكلام ده طبعا اخطأ كتيرة حسب على النادي الاهلي انا بس هجب لك كم خطأ للنادي الاهلي ما تحسبش وحجب لك راكل الجزاء وهجب لك حاجات كتيرة جدا جدا ولكن الغريب في الموضوع كابتن احمد في راكل الجزاء الاهلي الفار خد فيها تقريبا اربع دقيقة وكمان اللعب توقف فيه ممكن دي او دي او نص يعني مش اقل من خمس ست دقيق ادى الراجل تلت دقيق في الشوت الاول تمعي كابتن انا بس بعمل مقارن صحيح الشوت التاني يمكن تغييرات سريعة محدش عطل اللعب الراجل يمدي ست دقيق وقت بطل ضايع دا يديك المفهوم ان الوقت دا طبعا ما كانش موجود ولكن طبعا كان يجب على اقل احنا عادين اربع دايق كافين في الشوت التاني وضع دا ولكن النهاردة حكم عمل كل حاجة في المباراة ولكن ارادة الله سبحانه وتعالى لدينا النهاردة مبروك لجمهوره الكبير ادى مباراة في وسط الضغوط اللي موجود هنروح لي الحالة الاولى كابتن وانحنا بنتكلم القانون البعض يختلف معايا في ان الحكمة ما بيعادش نتيجة الضغوط لا انا بتكلم النهاردة في القانون نجي نشوف بس احناقف هنا واحد احنا قلنا الفور هنا بدخل كابتن علاء مع الحارس دا لو الحارس تقدم اثناء التنفيذ والكرة مجدش هدف او صدها بتعاد والفور هنا لابد ان هو تدخل هذه الحالة او هذا الدخول اللي هو امام الحكم تماما بنقول طالما في لعبي هنا لعبي الاهلي دخل ولعبي الرجاء دخل سواء الكرة دخلت المرمى او ما دخلتش المرمى في الحالتين لازم انتعاد طب امتى معيتش امتى معيتش يا كابتن احمد لو ما حدش من الرجاء خالص دخل مظبوط وحد من الاهلي دخل وبالتالي صدت الكرة هنا المخطئ لا يستفيد من خطأ ولكن تبقى ان القانون لو لاعب من هنا ولاعب من هنا اثناء التنفيذ والكرة دخلت او ما دخلتش الحكم بيعد الكرة فهنا انا شايف ان هنا كان يجب عادة تنفيذ ركلة الجزاء اللي الكل موجود امام الحكم الحكم الوحيد اللي هو مش مقتنع بدخول هؤلاء لعيبة ودي حالة من الحالات اللي احنا بنقولها تبقى من القانون البعض يرى ان المخطئ وضغوطها وما يقدرش يعيد انا من شرعك بالكلام ده مش متحمل لضغوط كحكم ما تحكمش صح تما كنت معادل بس الحالة التانية يلا الحالة التانية ونشوف هل من المعقول النهاردة كابتن طب ده ايه ده خطأ كامل الاوصاف ده ممكن ناخد فيها نظرك راجل بارتاقي وبالرقبة وعمل تكف على اللاعب طاهر وللأسف الشديد حسب المخالفة حسب تفاول على طاهر صح على طاهر اه يعني هل هذا معقول حكم رايح كاسعالم رمع والله الكلام ده يعني ما ينفش راح كاسعالم كابتن وانا قلت الكلام ده وقلت خاف على اسمك يعني انت حكم كبير راح كاسعالم خاف على اسمك ومالكش علاقة بأي حد اللي كسب مبروك لابد انك انت تحمي الفريق لابد انك انت توفر العدالة التحكمية للفريق صح هاني مخالفة لمحمد طاهر لم تحتسبه وللأسف تم حسابه على طاهر نروح للحالة اللي بعد كده ونشوف ألف بي كانت من هنا النهاردة لعب يسكت من الناد الأهلي أمام الحاكم السؤال لو ده لعب الرجاء وفي الموقف دوت كان الحاكم هماشي اللعب أنا بقول لأ النهاردة ماشي اللعب وكانت هجمة على الناد الأهلي وكان يجب عليه ان هو يقف اللعب لإصابة اللعب وإحنا قلنا سلامة اللعبين أفضل من أي شيء ده بيوديك بس ان الحاكم رايح فين وبيسير الأمور ازاي كابتن محمد الحالة بعد كده شوف الاسترزاة يا كابتن رايحة فين يا كابتن علاء مع محمد هان هذا الخطأ لم يحتسب وكان لابد ان هنا في مخالفة بتهور وبطاقة صافر بطاقة صافر ما حسبش المخالفة وخلى اللعب يتواصل خلي بالك أنا جايب لعبتين ثلاثة ولكن كل المبرامة ماشي كده كابتن كلها أخطاء على الناد الأهلي والمشكلة مش في نصف الملعب بس ده على حدود الثمنتاشر على الأطراف اللي هي الحاجات اللي ممكن بيجي منها هدف وده طبعا ربنا سبحانه وتعالى ما بي يعني محدش يقدر أبدا ميخالف إرادة ربنا في إن ربنا رايد النهاردة الناد الأهلي يفوس دي ممكن دي الحلاء اللي هي ممكن بنقول فيها خطأ بتهور ولكن زي ما قلت لو أنا معي ما تيري لكات النهاردة أيمن لا يعني الحاكم لابد أن هو يعيد حساباته ما جيت النهاردة أنت راح كاس عالم وأنا قلت قبل كده من فضلك حسب على اسمك ولكن الله يليك بالنهاردة تقدي هذا الأداء كويس النهاردة جاني سيكازي وكان على الفار أيونا أنا كنت خاف منه لكويس راكلة الجزاء حتى لو إحنا يعني جبناها يعني راكلة الجزاء كابتن بالرجل وباللستار زي فوت ان فوت وقل ما يعني ولا بد أن يكون فيه إنذار فين البطاقة ما فيش بطاقة طيب واخرتها ايه مع التحكمة الأفريقية كابتن والله أنا 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 أستاذ عبا حفيز النهاردة بأمانة والبعد يمكن هو رايح ليه هو خايف لحكم يروح لفار ومحسابش بالزبط كابتن أيمن بالزبط كابتن حكم طالما تأثر بالضغوط تتوقع منه كل شيء كابتن حلق طالما الحكم خايف تتوقع منه وممكن يروح لفار يرجع ما يحسبش ولكن سيدك منه حاسس بالموقف كراجل يعني بردك موجود وفاهم يمكن يروح له عشان خطر بردك يعني يعني يحاسس لابد أنك أنت تشوف بشكل جيد وبالتالي طبعا هو رجع حسب بناء على جانس كازوي اللي نهاردة بحيي قدر قرار وطبعا راكي الجزاء ميفش فيها أي كلام راكي الجزاء صحيحة ولكن يعني الان نهاردة عدة في وسط الضغوط وتحمل ويعني لابد لابد أن نأمل أو نأمل أن التحكيم الأفريكي يطور من أداءه خاصة في الأدوار اللي هي اللي جاية إن شاء الله بإذن الله كابتن الأهلي ثاني وإن شاء الله نبرك له في مباراة قبل النهاء شكرا جزيلا لنخبرنا التحكيمين ممتمايز دائما كابتن ناصر عباس وقالف مبلكة ألف مبلكة نروح سريعا للمغرب ونشوف فرقة النادي الأهلي وهي بتتحرك علشان تستقل الطائرة الخاصة بإذن الله وترجع إلى أرض الوطن بالسلام أهو معنا على الشاشة البعثة رجعة في الأوتوبيسات على المطار بإذن الله ومنها إلى مطار القاهرة الدولي إن شاء الله تصل بسلامة الله ترجمة نانسي قنقر بنتهى الفقرة التحكمية أعزائي المشاهدين بنص لنهاية للسوديو التحليلي لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لكأس الأنديال الأفريقية أبطال الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي واحد واحد وتأهل النادي الأهلي للدور قبل النهائي ألف مبروك لنادي الأهلي وتوفير المباريات القادمة إن شاء الله بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهاردة كابتن علاء مهيوب ألف شكرى كابتن وألف مبروك شكرك أيمن وألف مبروك وإن شاء الله عبال قبل النه位 يا رب إن شاء الله كابتن أحمد بلالي ألف شكرى كابتن سهرناك ألف مبروك مبروك لنادي الأهلي طبعاً وأعبال النهائي لnejا يا رب إن شاء الله كم سامو العربي ألف شكرى كابتن شكرا لك أيمن ومبروك لجمايética ناجى الأهلي وكل ما يعتمي ناجيarmed أهلي وإن شاء الله يا رب ان شاء الله. كبتنا عدى عبر الحان. الف شكرا يا كبتنا عبر. مبروك. واللعبة كانت عند وعدها. والحمد لله. والقادم احسن. بازن الله رب العالمين. وشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. صهرناكم. معلش كانت صهرة حلوة. ولكن الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله انصهاركم كل مرة. بفوز النادي الاهلي ومكاسب النادي الاهلي المتتالية. وحتى نلتقي بكم على خير. ان شاء الله في لقاء اخر. واستودي تحليل اخر. لكم مني. اطيب المنا. وارا تحليل اخر.